مرحبا بكم إلى موجز الأحداث المسائية على قناة الحدث الإفريقي في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو بوتريش التأكيد بشكل واضح ولا يترك أي مجال للغموض أن البوليساريو لا تتمتع بأي صفة قانونية رسمية لدى الأمم المتحدة وأشار كوتريش في تقريره مرتين إلى ممثل البوليساريو في نيويورك وليس بتاتا إلى ما يدعى ممثل لدى الأمم المتحدة ويكشف تقرير الأمم المتحدة بوضوح أنه لا هذه الجماعة المسلحة ولا ممثلوها يتمتعون بأي صفة أو تمثيلية لدى الأمم المتحدة والتي تضم حصريا الدول الأعضاء ذات السيادة وليس الجماعات الانفصالية المسلحة المتصلة بالإرهاب كما فضح تقرير الأمين العام عمليات انتحال الصفة والنصب والاحتيال التي تمتهنها هذه الجماعة الانفصالية المسلحة وممثلها الزائف في نيويورك والتي تدعي بهتانا أنها تتمتع بصفة لم تعترف بها الأمم المتحدة على الإطلاق وأظهر تقرير مرة أخرى أن الأكاذيب والافتراءات تعد السمة المميزة لهذا الكيان الذي يعد صنيعة الجزائر شكلت القضايا المتعلقة بتأهيل الشباب وتعزيز قابلية تشغيلهم والتي تشكل تحديا استراتيجيا بالنسبة للمغرب وبورندي محور مباحثات جارت يوم الأربعاء بالدار البيضاء بين لبنة ريشا المدير العام لمكتب تكوين المهنية وإنعاش الشعل وألبرت شينجيرو وزير شؤون الخارجية والتعاون الإنمائية بجمهورية بورندي وعبر الطرفان حلال هذا اللقاء عن رغبتهم المشتركة في تعزيز علاقات التعاون الثنائية لا سيما من خلال إبرام اتفاقية ثلاثية للشراكة بين مكتب تكوين المهنية وإنعاش الشعل والوكالة المعربية والتعاون الدولية ووزارة التربية والتكوين المهنية ببورن وتهم أوجه التعاون التي تم تركيز عليها خلال اللقاء بالخصوص تنظيم لقائنا بين خبراء المكتب ونظرائهم من بورندي من أجل تحديد مجالة التعاون بشكل أكثر دقة دع المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته الأربعاء برباط الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تحت شعار الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات في خدمة الرياضين إلى إدراج التوعية بمكافحة المنشطات في المناهج المدرسية والجامعية وخلال هذا اليوم الدراسي الذي حضره على الخصوص مدير المكتب الجهوي الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمدير العامة للوكالة الروسية لمكافحة الأفاة وممثل عن وسائل الإعلام الوطنية وقانونيون أجمع مختلف المتدخلين على ضرورة عقد أكبر عدد ممكن من الاجتماعات مع الخبراء من أجل نشر المعرفة في مجال المنشطات وتشجيع البحث العلمي بالتعاوني مع الجامعات والمعاهد والكليات في هذا المجال وأكدوا من جهة أخرى على الحاجة إلى الاستثمار في مراكز الشباب لتعزيز مكافحة المنشطات في أوساط هذه الفئة ودمج الأطفال من الجنسين بالتعاون مع القطاعات الأخرى والجمعيات المتخصصة في إعادة إدماج من يسمونه أطفال الشوارع أعلن المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب دعمه المطلق لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كتسوية عادلة وشاملة للنزاع المفتعل في السحراء المغربية وعبر المؤتمر الأربعاء في البيان الختمية الذي توجه أعمال دورته الرابع عشر بالقاهرة عن دفاعه عن المصارح الوطنية والقومية المشروعة للدول والشعوب العربية وتشبثه باستقلالية القرار الوطني في البلدان العربية ورفضه لجميع أشكال الضغط والابتزاز ومحاولة فرض التبعية والموالات في مواجهة الحملة التي تستهدف الأمة العربية من بعض القوى العالمية التي تستعمل حرية الإعلام وسيلة للضغط والابتزاز بهذا الخبر نأتي إلى نهاية موجز المسائية شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة